ترجمة نانسي قنقر بأنك تفتح فمك نهار الجمعة خبرتك الأسبوع الماضي خبرتك بأنه بالحقيقة قبل ما الله يعمل أي شيء في هذا العالم بعت الروح القدس من أجل أن يغير الأجواء عندها يتكلم الله لا لأنه من خلال هيدول اللمسات عم تنفك إيود ولما بتنفك إيود مفروض أنك أنت توقف وتبطل تحكي شو شيف تصير حي عم تحكي شو يسوع شيف هاي إلى دخلي ومشن هيك بأنك كيف بتصلي بيحكي عن أنت بمين مآمن لأنه بالحقيقة أنت رح بتصلي شو الأجواء اللي عيشها مع أنه الرابع بيقلك صلي شو الأجواء اللي لازم تعيشها مش شو عيشها هاي الحقيقة ايه بس أنا وياك لنسلك سمعني هيدا الواقع لكن أنا وياك لنسلك بالواقع نسلك بالحق الحق هو أنه الأشبال احتاجت وجاعة طالبوا الرب لا يقوزهم شيء من الخير ومشن هيك أنت ما رح تقدر توقف وتعلمها قبل ما أنه الروح القدس يملك وروح القدس عم يملك مش بس حتى اللي توقع على الأرض وترجف وتتضحك لكن عم يملك من أجل أنك توقف وتغير أجواء بيتك توقف وتغير أجواء شغلك توقف وتغير أجواء النع والعرف والنيجاتيفتي أو السلبية وتبلش تعلق تقول أنا في المسيح يسوه أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني من جديد قول ما ترس الإيمان الفوق كل هيدول حمول الإيمان ترس لك شو بتعمل فيه قلبيه تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة يعني الشيطان عم بيشبق عليك تجاري الشيطان عم بيكب عليك أصص هموم وأفكار ومشاكل وتحديات لكن كيف بتواجهوا بتواجهوا بأنه شو بدأ عمول حالي صليلي لا ارفع ترس الإيمان الله اليوم يريدك أن ترفع ترس الإيمان وتستخدمه أن لا يكون إيمانا فقط متلقي لكن إيمانا عنيفا يعلنهم في وجه إبليس وحتى لي يصير هذا الترس فعال فارس كانوا يجيبوا قطنة أو يجيبوا شقفة ويمسحوا للترس بالذات لأنه كلما مسحتوا للترس بالذات كلما أول شي صار صعبة أنه يخترق من السيوف وصار صعبة أنه ينولع بأي شيء ثاني صار صعبة أنك تحط عليه أي هزيمة أي اختراق لأن الترس الناشف بسهولة فيك تخترقه لكن الترس الملين زيت شربين زيت صعبة صار الخشب أقصى صار الخشب ضعبة أكتر صار الجلد اللي فيه مش دود لما بتحط الزيت اسمعوني أحبة الله عم بيقول لك أكلت وشربت إجا وقت أنه هذا بترس الكبه على جنب تشيله وترجع تمسحه بالذات ترس شوول لم يعد يلمع بالذات بالذات الذي جعل شوول يتهاوى أن الترس لم يعد يلمع بالذات تسمعون أنتم هون يوم يا أحبة إيمانه لم يعد فعال لم يستخدم إيمانه فيما بعد هار الجمعة رح كمل لك شو الإيمان العنيف شو معناته ولا شو منستعمل الترس اشتركوا في القناة